اشتركوا في القناة اليوم لان ينصهر بمنظومة واحدة للتواصل مع كل المؤسسات والمنظمات الدولية الفاعلة كونها كتلة واحدة لان ما يواجه دوله في الخليج هو يواجه بوقع الامر المنظومة الخليجية كلها مؤكدا ان مواجهة الارهاب الاسود تحتاج للكثير من التنسيق والتنظيم والترتيب من اجل ان نجعل منطقتنا سدا منيعا لمواجهة المد الارهابي بكل الوانه وايديولوجيته وفيما يخص قنوات الفتنة ذات الطابع المذهبي اكد ان الاعلام الرسمي لن يهبط بمستواه لمواجهة القنوات المسيسة ذات الطرح الايديولوجي لكن يتم مواجهته بممارسة الدور المسؤول من خلال نقل الخبر الصحيح من مصدره